صباح الخير تحية عطيرة مداخلة بعنوان تحولات المعرفية للفلسفة والممارسات الحياتية للأدب الهدف من هذه المداخلة والتشكيك في الرواب التي توحد الفلسفة والأدب نجد نظر المزوجة للمعرفة وأشكال الفكر التي تساهم النصوص الفلسفية والنصوص الأدبية في إنتاجها في مواجهاتها أو تفاعلها والبعد العملي لهذه المعرفة وهذه الأفكار الحياتية لأنه منخرط في ديناميكية التجربة التحويلية للذات وللعالم الأمر يتعلق أولا بتنمية وتطوير وتغذية التفكير في العلاقات بين الفلسفة والأدب بدأ من الفرضية القائلة بأن الأدب يشكل في حد ذاته في التنوع الكبير لإنتاجاته مجالا من التجارب الفكرية والتأملات الفلسفية المتميزة التي يمكن للتفكير الفلسفة أن يستثمرها ويتصل بها بطريقة معينة لأن الفلسفة ذات سيلة عندما تسعى إلى اختبار مفاهم الأدب أو تطرح على نفس الأسئلة التي يدرحها الأدب أي بطريقة أو بدرق يمكن مسائلة الفلسفة والخطاب الفلسفة على أساس الأدب ومسائلة الأدب على أساس الخطاب الفلسفي ما هي المستخدمات أو الممارسات الفلسفية للأدب التي تتوافق مع هذا التموح وما هي الممارسات الأدبية للفلسفة التي تجسد مثل هذا المشروع وما هي أنواع المعرفة التي تولد هذه اللقاءات بين الفلسفة والأدب يعني هنا يرتكزوا هذا التأمل أولا على دراسة كيفية ظهور ما يمكن أن نسميه الأدب الفلسفية أو الفلسفة الأدبية وممكن أن يقدم هذا النمط من التفكير في الشكل الخيالي العلمي سلسل من التجارب التي تطرح أشكالية علاقة الذات بالعالم علاقة الإنسان بالواقع وبالمفهيم التي تنظمها عادة وبالتالي تقدم لنا إشكالية الانفتاح على إشكال أخرى من الفكر وحتى تمثيلات الأخرى للفعل وللحياة صور الحياة لا فقط صور المفهومية وإنما صور التي يعيشها الإنسان في الواقع اليومي سواء كان الأمر يتعلق بالأدوات التخنية الرائعة التي تم عرضها في قصص ألفريد جاري أو الافتراضات الخيالية المستقبلية الخيال العلمي المعاصم مع رامبيلا يتم تعيين وظيفة تفكري حقيقي للنص الخيالي والتي تصل تذوع على ما لم يتم التفكير فيه في علاقتنا بالتكنولوجيا بالزمن أو حتى بالبشر ومع ذلك لا يمكن تنظيم عملية إعادة التشكيل هذه للتجربة وليس لا يقيمه إلا في المنظور الفردي الذي تقدمه لتمثيل الواقع حيث يستكتف جاري حدود التجربة الراغبة وبالتالي يصل حدود الخيال نفسه فإن رواية الخيال العلمي تعرض الخيال على العالم وترسم حدود الواقع والإمكانية وبالتالي أن توضيحها من منظور فكرة الصيرورة وبالتالي فإن هذه الدراسات تدعون إلى التفكير بشكل أكثر جذرية حول طريق إنتاج المعنى المتأصلة في نجس البناء الرمزية في نظام خيالي أدبي ويشكل التحليل الذي تم اقتراحها في هذا السدد اختراقا نحو دراسة أكثر منهجية لنمط تطوير وتفكير الرواية والتي لا يمكن تطويرها إلا بشرط مواجهة تعالم الرواية بوعي القارة الذي يتلقى تعبيرها ويعيد تفسير هيكل تجربته الخاصة وبطريقة أخرى أن دراسة المبادئ التي تم اقتراحها تؤدي إلى تشكيك في القيمة المعرفية المحددة لأن هذا النوع من التسريحات من حيث المبدأ وإن تسريحات غير سردية من خلال أخف الاعتبار على وجه الخصوص البعد المخاطبة الذي يشمع القارة والذي يهدف من خلال استخدام الناس إلى تطوير معرفة عملية حقيقية أن هذه الطريقة في ربط تجربة الأدبية بمنظور القارة تحاول بعد ذلك سؤال الممرسية الفلسفية للأدب إلى سؤال آخر يتعلق بالشروط التي يطبق فيها الأدب موقف معينة وبالتالي ينخرج في تفكير ذي طبيع عملية وبالتالي يمكن نظر إلى العلاقة بين الفلسفة والأدب من خلال منظور العلاقات التي توحد الخيال الأخلاقي والخيال من زاوية شعرية أو أدبية يعني وخاصة من زاوية الأهمية الأخلاقية للأدب يعني المتعالقة بالتجربة الحرة لطرق الحياة في هذا المنظور أن التخصيص الجلي لمناقشات يعني أطروحات مارتا نوس باوم يجعل من ممكن توضيح طبيعة التحول الذي يمكن أن يحدثه الأدب على التساؤل الفلسفية وكما يعني ربما تسر مارتا نوس باوم فإن هذا التحول يتعلق قبل كل شيء بإعادة سيغة دائمة لسؤال إيتيق أساس كيف يجب أن نحيا في مواجهة مع وقصر دي معينة تجعل الإجابات المحتملة نسبية مسبقة من خلال تختيب إعادة قراءة في ذوء علاقة بين الحب ووجهة نظر الأخلاقية ربما قاد هذا الأمر إلى تصحيح كبير للإسنتاجات التي ذكرتها نوس باوم حول هذا الموضوع وبالتالي مراجعة الموقف الإيتيق العام الذي يمكن أن يعزها إلى الرواية يبدو بعد ذلك أن الأدب يقدم للتأمل بوطقة من التجارب الفريدة التي إذا كانت تقاوم مسبقا البعد الشامل المفهوم أو التصنيفات السورية للحكم الأخلاقي يمكننا مع ذلك المشاركة في تفصيلها أيضا في مراجعاته هذه المسامة الأساسية للأدب ترجع بلشك إلى حقيقة أنه يعني يعتمد في حد ذاتي على هذه التجربة العادية التي تشكل نسيج وجودنا والتي يضيف إلي وجهة نظر معاكسة متعددة تلك الخاصة بالمؤلف وشخصياته أو حتى القارة روضة هذه التجربة التأملية أنها تحويلة أيضا في دراستي لبعض يعني القصص الحداد التي نجدها عند سيمون دي بوفار وبيتر هاندك يؤكد له بيير على الطريق التي تعيد بها هذه القصص تشكيل تجربة الحداد التي كانت موجودة مسبقا وتأثيرات إعادة تشكيل هذه على موضوع الحداد الحداد بالكتابة والحداد في الكتابة وفي القراءة تصبح القصة بالتالي فرصة لتحويل الذات كذلك إعادة سياغة الأحكام والأفكار وإنتاج أشكال حياة التي تربط الذات بنفسها وبالآخر وبالعالم هذه مداخلتنا حول الفلسفة والأدب المعرفة والممارسة والتحولين أرجو أن تكون هذه مداخلة بسيطة قد نيلت إذاكم إلى الإيقاف المداخلة القادمة